اشتركوا في القناة مهما ساءت الأخبار ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض كلام بكلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوة يوسف أقوياء أشداء أرادوا أن يموت وضعوه في البئر والذي حصل أنه أصبح عزيز مصر ودخلوا عليه وهم صاغرون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا سيدنا موسى سيدنا إبراهيم يا أخوان إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله فيأل عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار لك عنده حق دقيق الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقا عليه أنشأ لك حقا عليه قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوك قال ألا يعذبه لا تقلق العالم الغربي بنهب سرواتنا وبيأسنا إنه في نجاعة عالمية في نقص مواد غذائية سوف يكون هناك اضطرابات الآن بالأخبار من أجل غلاء الأسعار الله موجود أنا أدعوكم للكسب ولأخذ بالأسباب لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يقعك في اليأس لك عنده حق والله مرة دخلنا بيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها قدمت اللقطة عددته أخذ لقمة أولى منها وضعها في فمه وقال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحد ما بينساك وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاقة لا ينساك الله إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجك أبدا تزوجي مع التفلت تسمي زوج يريكي النجوة زهر أن الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرف إلى الله الله عز وجل يقول وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَهِ أجنّة في الدنيا أجنّة في الآخرة رغم ألف التهديدات بالحصر وبالحرب وبالضغط هاي كلها تهديدات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول هذا الكلام أنه فيه الآن حالة إحباط عند المسلمين العالم كله يهاجمهم العالم كله يهددهم يعني زئب التقى مع حمل بحمام حمام في بلاطماء قال له عم تغبر عليه قال له تعاكم فنصبح تهديدات والدعاءات حلاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد لأنه إلهنا وربنا دقق في هذه الآية بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بس عليك أن تطيعه وانتظر الخير وبعدها شكره على هذا الخير حلق أملك بالله اتق الله اعقد الأمل على الله توكل على الله عليك أن تستقيم على أمره ينتهت من انتك وعلى الله الباقي دبر ألا تدبر يا رب طالبتني بالطاعة أنا أطيعك طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله طالبتني أن أكون أمينا أنا أمين إن شاء الله هذا الذي علي والباقي عليك فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس أن القلق وسماع التهديدات طارة حصار وطارة هجوم وطارة عزل وطارة نقص مواد وطارة ارتفاع أسعار فوق طاقة ما هذه الأخبار يجب أنه واحد يعني بشكل أو بآخر أنت مع مين هل تعلم أنت مع من مع خالق السماوات والأرض يعني أيام بكوا واحد يعني سائق وزير بمشي بالعرض أنا بحكيه لوزير سائق وزير بمشي بالعرض والسان الطويل بصير وبيهدد وبيتوعد أيام بيكون موظف بالخارجية بلك عيننا فلان سفير أنت مين لك أنت مستخدم بك وزارة بعد حال وجزء مننا عيننا فلان سفير يعني الإنسان بنتني أو بعتز بمن ينتني إليه أنت كمؤمن أنت مع من مع خالق السماوات والأرض مع الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإنداد ونعمة الهدى والرشاد قل مع الله ترى الله معك وترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنما نحن بالرضى من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشه لنك شاغل وأخدص لنا تلقى المسرة والهنى وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فيا خجل منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عطنا يوم جمعنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا الأبيات طويلة لكن أيها الإخوة المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد ما في إلا الله والله كبير